أعطي الكلمة لممثلي Assembly of Armenians السيدة الرئيسة السيدات والسادة الموقرون هذه السنة سوف تكون السنة الخامسة عشر لسماح لمشاركة لوفدنا في إطار أعمال هذه اللجنة الدولية المعنية بالملكية الفكرية والمورد الورثية والمعارف التقليدية أود أن أشكركم وأشكر الأمانة تم إنجاز الكثير من العمل إلى حد اليوم في إطار التحضير للمؤتمر الدبلوماسي وأود أن أشكر جميع الدول الأعضاء وخاصة ممثلي الشعوب الأصلية في القاعة وعن بعد كل جهودهم من أجل الوصول للتحضير لمؤتمر دبلوماسي منذ سنوات فقد تم الاعتراف بنا كدولة مستقلة ولكننا لازمنا نتعرض للاعتداء والاعتداء على إقليمنا وعلى الامتلاك غير الشرعي لتراثنا الملموس وغير الملموس وكذلك التحويل القهرية لشعوب لشعبنا والذي تعرض للمجازر وهذا أثر على أشكال التعبير الثقافي وعلى المعارف التقليدية في بلدنا ونحن نحن الشعب الأصلي لهذه الأراضي ونود أن ننقل معارفنا التقليدية واشكال التعبير التقليدية التقليدية ونحن نخده في معركة قضائية من أجل الحفاظ على مواردنا الولاثية وعلى حق في تقرير المصير لدينا ونود أن نشير إلى أن الشعوب الأصلية هي المالك الشرعي لهذه المعارف التقليدية وأشكال التعبير التقافي وإن الأمم الأصلية وجراء الحروب والمجازر التي تتعرض إليها فمن شأنها أن تفقد الحق في امتلاك المعارف التقليدية وأشكال التعبير التقافي ولهذا فعلينا أن ندرج هذه الشعوب الأصلية وأن نحافظ على سلامتها سلامة أراضيها والتي يضمنها القانون ومن طرف وأن تحترم من طرف الدول وبناء على الشرعية الدولية والقانون الدولي شكرا سيدة رئيسة أشكر جمعية الأرمن على هذه المداخلة تقول الرئيسة ترجمة نانسي قنقر